استقبلت عدد من مطارات الدولة حجاج بيت الله الحرام العائدين من الديار المقدسة وذلك عبر مطارات الشرقة وأبوظبي ودبي كما وأكدت بعثة الحج الرسمية عودة جميع حجاج الإمارات إلى أرض الوطن بسلامة الله بعد أن أتموا مناسك حجهم بخير والسلامة بدأ حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة رحلة عودتهم من الديار المقدسة إلى أرض الدولة وبالمقابل كانت جميع الكوادر المخصصة لاستقبال حجاج بيت الله في أتم الاستعداد ففي إمارة الشارقة استقبل فريق عمل مطار الشارقة آلاف الحجاج العائدين من الأرض المقدسة بعد أن أدوا مناسك الحج والذين وصلوا على متن الرحلات القادمة من عدة مدن سعودية وخصوصا من مدن جدة والمدينة المنورة الورود وحفاوة الاستقبال كانت العنوان الأبرز في عودة حجاج الإمارات لديارهم حيث استقبلهم مطار الشارقة بحفاوات كبيرة مخصصين لهم أماكن عبور ومقدمين لهم الهدايا المختلفة وفي العاصمة أبوظاب استعدت مطارات أبوظاب لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من المملكة العربية السعودية بعد أدائهم مناسك حج هذا العام حيث وفرت مطارات أبوظاب ترتيبات خاصة لاستقبال الحجاج في مطار أبوظاب الدولي بالتعاون مع تكاتف من بينها تسيل إجراءات الوصول وتطبيق آلية فاعلة وانسيابية لنقل مياه زمزم وتسليمها لأصحابها حيث من المتوقع أن تستقبل العاصمة أكثر من 700 حاج إلى مطار أبوظاب الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد وصول بعثة الحج الرسمية لأرض الدولة وفي إمارة دبي بدأت المطارات باستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من المملكة العربية السعودية بعد أدائهم مناسك حج هذا العام حيث استقبلت في وقت سابق أولى الرحلات بتوفير ترتيبات خاصة لاستقبال الحجاج لتكون كل بقعة في هذه الأرض فريحة بعودة حجاج بيت الله الحرام سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور ترجمة نانسي قنقر